اشتركوا في القناة على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتوظيف الأمثل لكافة الموارد والتحقق من سلامة أوجه الإنفاق في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية تحقيقا للمصلحة العامة وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن وأشاد جلالته بالدور المهم الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد تحقيقا للمصلحة العامة ومن جهته أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة أن ما تحقق لديوان الرقابة المالية والإدارية من تطور ونماء منذ إنشاءه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كما طلع معالي جلالات الملك المفدى على خططه وبرامج التطوير المستقبلية للديوان والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية وخاصة الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا وأشار معالي إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية حيث قام بتنفيذ المهام الرقابية الأفقية على المواضيع الاستراتيجية وذات الأهمية في ظل مستجدات جائحة كورونا